السلام عليكم مرحبا بكم معي فيديو جديد غنشاركي معكم في طريقة تحضير حرشة ديال السميدة اللي كاتجي رائعة والديدة اللي غنحتاجو لها كيلو ديال السميدة رقيقة من رابعة ديال السميدة الغليضة غننحتاجو كأس ديال الكوب بيضة معي لقة صغيرة ديال الخميرة حبيبات جوج الصشيات ديال لمخميرة الفورية غنحتاجو كأس عمر ديال الطحين كأس مع مرش ديال ديال الحليب كأس ديال السكر سانيدة عمر كأس مع مرش ديال زيت النباتية بالنسبة للحليب غننحتاجو انا نندفيه اه ضروري انو ننستعملو هدافي لانه هون غنحتاجو فيه انا ندوبو فيه دوك الخميرة حبيبات غنناخد البيضة ديالي وغننطربها على هاد الشكل كيف ما غاليتشوفو معها طاحت بقشورة هنحيدو القشرة بطبيعة الحال وغادي نطربو البيضة بسبح الله العادة منيك تبغي انك تصوري الفيديو درور ما توقع لك شي حاجة وانا تعمدت انني ما نحيداش في المونتاج حيث اصلا طاحت مع اني ما ندير ما فيه اللي عودة المهم غادي نطرب بالبيضة ديالي كيف ما غاليتشوفو جيدا غادي نضيف لي هالسكر سانيدة غادي نكمل تطرب ديال البيضة مع السكر سانيدة جيدا حتى تندمج العناصر والدوبليس سانيدة ضروري انها تدوب واحد شوية عن من بعد غادي نكملو اه هنا يا يمكن واحد الحاجة اللي يمكن ما بنش لكم في هذا اه في المونتاج ولا نسيت ما در تهاش قبصة ديال الملح ضرورية في هذا الوصفة غادي ناخد الخميرة الفوري الحوبيباس غادي نضيفها على الحليب اللي دفيت من قبل ونخليهم يتنفعلوا مع بعض ديتهم شوية على ما غادي نطرب شوية البيض مع السكر سانيدة غادي نحرك باش يندمجوا ذاك شيء ضروري ان الحليب تدفيوا هاكده باش كتدوب معنا الخميرة الفورية غادي نطرب العناصر جيدة رح تندمج مع بعض ديتها كيف ما غادي تشوفوا معايا ضروري انكم تطربوها مزيان باش هاكده دي كتكونوا متأكدين انه الخميرة الحوبيبات تكون دابت وندمجت مع العناصر غادي نضيف كأس الزيت كأس الزيت كيف مشتورة مع مرش حتى الحد يعني كأس قلت شوية ديال زيت النباتية غادي نطرب جيدة العناصر مع بعض ديتها غادي نضيف الخميرة آآ الفورية جوج خمارات ديال الخميرة الفورية ديال ما شو سو معايا عاد الحرشة كتجي زوينة وكتجي صراحة لديدة وفي نفس الوقت كتجي مشققة وكسب قرطبة مدة طويلة كونوا متأكدين انها ما غا تقصح لكم ما احت حاجة غا تبقى ما زي ما تبقى لكم مدة طويلة ما اللي هتا حاجة تلكتر من 15 يوم تل شهر آآ كسب قرطبة ما كتقصح ما احت حاجة زعمو خا تقولوا فصل الشيتاء ولا آآ كتحافظ على الرطوبة ديالها كتجيه شيشة وكتجي لديدة الصراحة غادي نطرب العناصر كيف ما شفتو جيدا حتى سنهدى بجمع بعض ديتهم من بعد غادي نضيف سميدة رقيقة تدريجيا كيف ما شفتو هنايا وانا كنحرك من بعد غادي نضيف آآ طحين الفرز اللي ضروري غادي نغرب له كين واحد المكون اللي هو اساسي فهد الوصفة الصراح هنسيت ما وردوا لكم من الول ديالفيديو آآ هو النافع النافع ولا حبت حلاوة المهم اللي توفر عندكم آآ ضروري اننا نضيفوه لهاد الوصفة ديالنا كيزيد ها واحد النكهة رائعة آآ والديدة الصراحة كتجيه كتجيه في ديك هزوينا آآ كي الناس اللي كيستعمل حتى سنجلال ولكن هاد آآ هاد الحرشة آآ النافع هو من المكونات اللي آآ ضرورية فيها الصراحة كيزيد ها واحد الطعم اللي هو الديد عندما بالنسبة الهنايا اللي كيبغي النافع وكيعجبوه اللي كيستعمل جوج معرض كبار آآ معلقة كبيرة حتى جوج معرض كبار آآ ديال النافع را كافيين انهم آآ كافيين فاد الوصفة غادي نضيف النافع ديالي كيف ما شفتوا هنا يا غادي ندمج لعناصر مع بعض ديالسة جيدة حتى يندمج لي النفع مها سميدة للي ضفت من بعد غادي نضيف سميدة الغليضة كيف ما غادي يشوفوا معايا ديكرة بعادية سميدة الغليضة وغادي نحرك جيدا عفوا سميدة رقيقة مشي سميدة الغليضة سميدة الغليضة غادي نحتفظوا بها غادي نوريكم اشو غادي تديروا بها المهم اه انا تلفز المهم سميدة لليضة نضيفها كيف ما قلت لكم من الاول كنبقا نضيفها تدريجيا لانا كيف ما كتعرفوا ان سميدة كتشرب سميدة الغليضة غادي ما غانيش نحتاجوها في الوسط الوصفة غا نحتاجوها ان انا اداما نوريكم في الاخر الفيديو لاتبعوا معي احتر الخر غايتعفو السر ديال سميدة الغليضة اشنو غادي نديروا بها كيف ما شفتوا معايا هنا يا كنبقا نضيف تدريجية حتى كنحس بانا هون تندمجو لي عناصر جيدا مع بضيتها خاصة ما تكون لاجرية ولا في نفس الوقت قصحة يعني كتكون شوية هاكا كيف ما شفتوا شوية ثقيلة وكنخليها واحد شوية ضروري انه السميدة كتزيد انها تشرب غا ننخليها واحد شوية واحد المدة قريبا واحد خمستاش لقيقات نصفة عزمة ممشي مدة المهم المدة اللي اللي غادي تدورو فيها شوية تقدو شغالاتكم على ما كتشرب مزيان هنا يا بالنسبة لدك الكوك اللي وريتكم تقريبا كاس ديال الكوك وديك سميدة الغليضة ها انتم ما غادي تعرفوا عليه غادي نحتاجوهم غادي نفندو فيهم الوصفة اللي وجدناها الحرشة ديالنا كلها غادي نفندوها في هاداك الكوك اللي غادي ندمجوه مع سميدة الغليضة هنا من بينما انا ندمجت الكوك مع سميدة الغليضة وخليت ذيك الحرشة هانتم ما شتوها را كتشرب يعني مني كتشرب را كتزيد شوية تقصح يعني بطبعة الحال ما خاسكم مش تقصحوها من اللول لانه هي كتزيد تشرب ومني كتشرب كتصحو باش ممكن ترتبه باش ممكن مزيان هنا هانتم ما شتو الطريقة راه سهلة وبسيطة كان شدد ذيك كم ندير كويرات على هاد شكل وكان في الندهم في ذاك سميدة الغليضة اللي دمجدها مع الكوك وكان وضعهم في الطاوة ديالي عادي كالستفهم هاد شكل هادا الصراحة كيجي طريقة سهلة وبسيطة ومكونات ذا ما ماشي ماشي صعيبة غتكون متوفرة في كل منزل وكتجي طريقة سهلة صراحة وكتجي طعم الديد وكيفما كتخرج لكم كمية كبيرة ديال الحرشة كتجي حلوة مزيج ما بين حل حلوة بحل مهم كتتقدري انك تزيني بها الكاسكروت ديالك ولا هاكا كتكون عندك شي حاجة اللي في المنزل ديالك كتجي عندك الضيافة كتبقى عندك مدة طويلة يعني صراحة واخكة تديري كمية كتتخرج كمية كتيرة اللي يمكن لك تحتفظ بها في بواطة وكتكون عندك في المنزل ديالك منك يجو ضياف الغفلة كتلقيها بحل عطاليك شي حد خصوصا انا كتدم مدة طويلة وما كتقصح كتبقى لكم تخمستاشر يوم تل شهر ما كتقصح محتى حاجة كتبقى هاكا كشيشة ورطبة غالي نستمر انا كيفما كتشوفوا بنفس طريقة حتى نكمل طواديالي كاملها من بعد كندخلوها على فران اللي كتكون درجة ديالحرارة ميوج منين درجة كتديروها الطيب من الفوق يعني من التحت يعني ما عارش كيف شرح لكم يعني غدروها الفوق تكتب من التحت ومن بعد كتهبطوها باش كتتحمر من الفوق يعني طيب الحلوة عادي كيف موار فقط طيب الحلوة العافية خاصة تكون شوية مهيلة الناس اللي عندهم طيب الفران ديال الضوك يدروها على ثمية وثمانين درجة الناس اللي عندهم فران ديال البطا يعني خاصة تكون الفران سخنتي شوية من قبل وكتتطلع اها وكتكون الحرارة مهيلة ما هي مهيلة ما هي مجهدة يعني متوسطة وكتديريها الفوق حتى كتتتحمر من اللي تحت ومن بعد كتهبطيها باش كتتتحمر من من الواجهة ديالها شكل ديالها كي يجيو على هات الشكل كيف ما شفتو ركتجي مشقا وزوينا وكتدم مدة طويلة وكتجيه شيشة كيف ما كتشوفو معايا كتجي رطبه وشيشة كنتمنى لوصفتنا للاعجاب ديالكم تشاركوها مع الاصدقاء ديالكم ما تساونيش ملي كومنترهم لي جيم وما تساونيش ملي لايك السلام عليكم الى اللقاء في فيديو جديد